تحية طيبة لكم مشاهدين الأكارم في حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات حلقتنا لهذا اليوم راح نتحدث بها عن الثقافة عن القراءة عن اقتناء الكتاب في اقليم كردستان بالتحديد في محافظة السليمانية راح نتحدث عن المكتب المركزي العام في محافظة السليمانية بكل اقسامها العربية والكردية حلقة جديدة من برنامجنا لهذا الاسبوع تابعونا اشتركوا في القناة الرؤوف مدير المكتبة المركزية في السليمانية باقليم كردستان اهلا وسهلا بك سعداء الان اهلا وسهلا شكرا اداية نتحدث عن تأسيس المكتبة المركزية في السليمانية وتأريخها نعم مكتبة العامة السليمانية تأسسها 1944 من اقتراح احد الكتباء والألماء الكرد باسم البيراميرت ومن 1944 حتى الان تطور هذا المكتبة بشكل تدريجي حتى من احد المكتبات العامة العريقة في العراق والكردستان مراحل تطور هاي المكتبة احنا قلنا تطورت واصبحت من المكاتب العريقة مراحل هاي هم مرت بمراحل هم مرت بتجارب مراحل تطور بعد 1991 تطور هذا المكتبة وتحديث القاعات على حكومة الاقليم الكردستان وحتى هذا اليوم يحاول ان تطور بشكل اكثر من القبل اقسام من المكتبة المركزية في السليمانية شنو اقسامها؟ اقسام المكتبة العامة في السليمانية جانب جانب الاداري والحسابي وجانب الفني ان نتحدث عن جانب الفني جانب الفني باقسام القاعات الكتب الكردي والعربي وفارسي وانجليزي وقسم التصنيفات واطروحات ومجلات واقسام الانترنت وتسجيل واقسام مكتبة الاطفال اقسام الرقم الإداء هذه اقسام الفنية ضمن الاقسام في مكتبة العامة في السليمانية شنو الفائدة من هذه الاقسام؟ كل المكتبات في العالم اكون لغات مختلفة يعني بمكتبة السليمانية نفس الشي يعني قسم اللغات الكردي قسم الخاص ولغات العربية قسم الخاص كل لغات يهد قسم الخاص وكل من داخل هذه اللغات اكون مجالات الكثيرة يعني مو بس بالجانب الواحد اكون كل الكتب في مجالاته الاخرى وقسم العربي في مكتبة العامة السليمانية هي من اغناء الاقسام في مكتبة العامة في السليمانية كل قسم تقريبا يعني من الاقسام اللي متواجدة بالمكتبة المركزية على كم كتاب يحتوي؟ نعم أنا قلت مكتب القسم العربي هو الغني نعم بمشكل عام يعني أكثر من مئة ألف مصدر يعني داخل مكتب العام في كل جوانب الكتابة مئة ألف مصدر في كل أكثر من مئة ألف مصدر عدد هائل ورقم هائل هذا يعني يبشر بخير من ناحية القراءة نعم أكو عدنا مخطوطات موجودة هاي قدمها نتحدث عنها شوي هاي مو مخطوطات هاي منجلات القديمة بس تغليف بشكل قديم يعني في مكتبة سليمانيا ما بها أي مخطوطات أكو بها بلين كتبات القديمة هايزو مو قديمة هاي تغليفات حتى مشاهدين ينظرون هايزو الكتبات القديمة يعني لجمال أيضا أكو تماثيل مثلا هذا التمثال وهذا هاي تماثيل علماء وبالحديقة هاي تماثيل تماثيل شعراء الأكرات وكتاب الأكرات في البداية أكو ثلاث شاعر كبيرة نال يسالم كردي هاي تأسيس الشعر الكردي من سنوات قبل خمسينات وبها شعراء الأخرى خالق قانع أكو شاعر القديمة هاي بخيار علي من رواي الكردي على مستوى العالم يعني أكو بها الروايات وصاحب جوائس أوروبية وعالمية في مجال الرواية مختيار علي من أبرز الكتاب الكرد هاي معلومة يعني تنظاف أنه إن شاء الله أيضا شاعر مولوي موجود وتسمي سوق مولوي على اسمه سوق مولوي على اسم الشاعر طبعا سوق مولوي على اسم الشاعر مولوي وبالتالي أنتم جسدتوا هذه الأماكن أو أسماء الشعراء بأماكن بصور داخل هذه المكتبة نعم هاي التماثيل يعني إشارة على إن هذا الموقع موقع الشعراء موقع الكتاب الكرد مشاكل اللي يتواجهونها؟ مشاكلنا كثيرة أول شي مشاكل الميزانية يعني هو أحد المشاكل الكبيرة فيه مو بس مكتبة سليمانية بكل مكتبات محافظة سليمانية 42 مكتبات في القزاة نواحي تابعة لمكتبة سليمانية بها مشاكل بوجة ومشاكل ميزانية هاي اوة يعني مشاكل رئيسي مشاكل تموين يعني تموين نعم هو ربط بالموضوع الاقتصاد والمشاكل الاقتصادية في الاقليم الكردستان هذا سبب لكم احراج زيان استاذ بسؤال يعني اخير حتى ما نطول على حضرتك اعرف عندك شغل احنا التفقد دقيقتين شنو يعني انطباعك عن القراءة في اقليم كردستان هل هي بالمستوى الجيد هل هناك قراء هل هناك من يقتني الكتب انا قلت اكوي قراءة في الكردستان على دليل ان في كل شهر بالمكتبة عام سليمانية استلم مئة مئة رقم اداع لطبع في الكتب السليمانية كل شهر مئة كتب طبع في السليمانية دليله على انها اكو قارع يعني ليش ما طبع هذا الكتب من جانب المطابع بس لتحديد كمية او نسبة المحددة احتاج الى مسح يعني حتى شنو تعرف مستوى القراءة في الكردستان وهو يعني عمل المؤسسات المعنية لمسح هذا الامل مؤسسات الاحصاء اذا اكو قراءة في مكتب المركزي وفي اقليم كردستان هل هناك تعاون بينكم وبين الكتبيين في بغداد؟ دائما الشعراء ولا المؤلفين اخوان العربي لبغداد والمحافظة الاخرى يجون الى السليمانية ويقدمون للكتبكم الهدية للمكتبات انا من هذا القناة اشكرك لكل الكتب العراقي احنا شكتك ايضا على تعاونك وصورك ويانا وعلى كل المعلومات اللي طيكنا شكرا العربيك مو زينة عربيك كل زينة عربية كل زينة وما شاء الله يعني وحلو احنا من نشوف الانسان الكردي يحشي بالعربي يحشي بالكردي وحتى المكتبة الكردية بيها اقتناء كتب عربي وكردي هذا شيء ايجابي يوحد اشعر اشكرك ممنون ان شاء الله في السنوات القادمة نحاول ان تعاون اكثر مع مكتبات في العراق ومن قبل شهرين انا تواصل مع وزارة الثقافة العراقية لتواصل بين المكتب العام السلماني ومكتبة الوطن في البغداد ومكاتب الاخرى في العاصمة العراق ان شاء الله llega جزء من هذا التواصل وان شاء الله نصل صوتكم للوزارة وان شاء الله يكون اكتواصل بين وزارة الثقافة في بغداد وايضا المكتبة في اقليم كردستان حتى يكون تعاون ثقافي مميز نقل الثقافة الكردية الى بغداد ونقل الثقافة العراقية إلى أقليم كردستان بالتالي راح يكون تبادل جميل أخوة في الروح والشعوب ما تأثر علينا دائما لا السياسات ولا كل من يحاول أن يزعزع خوة شعب أقليم كردستان والعراقين مستمران إياكم في حلقتنا المليئة بالتشويق والقراءة نبقوا يانا نبقوا يانا رحب بكم مشاهدي الكرام ورحب بالآنسة جوان موظفة في القسم الكردي للمكتبة المركزية في السليمانية مرحبا بك آنسة أهلا وسهلا مرحبا بكم بداية احكيي عن القسم الكردي شلو اللي يتواجد بي من كتب شلو اللي يستفادوا من الطلبة أي طلبة يجون أكو قراءة أو لا أهلا أحنا هاي الغرفة غرفة قاع الكردية ماشي ويجون فيها كل مواضيع يعني مواضيع الفلسفية وأدب وتأريق وكلها من هاي المواضيع ويجون لنا طلاب الجامعات أو ما أحد ومدرسون يجون لنا حتى للأبحاث وهاي المصادر كقراء مو كتير يعني ما يجون كتير بس عدنا طلبة يعني يجون أكو كتب روايات كتب يعني أدبية شعراء نعم نعم فيها كل هاي المصادر احنا عدنا وحتى يعني عفو طيب أعرف أنه اللغة العربية عندش شوية بيها تكسر لكن الطبيعي احنا موضوع جدا طبيعي تحدث بشكل سلس حتى ننقل الثقافة الكردية فبالإمكان انه تستعينين بكلمات فصيدة باسمو الكل بالكلمات الكردية أريد أسأل يش القراءة هنا نظعيفة مثل ما تقولين يمكن هاي بسبب المواقع الألكترونية وهايا لأن القراء يستخدمون هاي المواقع يعني كتير ما يحتاجون مثل قديم ما يحتاجون يجون يقرؤون الكتب شون مقسمين هذا المكان انتو كخانات شون مقسمين احنا مسوينها بالأرقام يعني كلها بالأرقام هاي الكتب ومسوينها بالتصنيف الديوي احنا نسميها بالتصنيف الديوي احنا نجيب لهم هاي الكتب ونقدمها هو الموضوع الي يبيها يخليها احنا نجيب لهم هاي الكتب انتو من يجيكم الطالب شنو توفرون اليه وايضا شنو تاخدون من عنده حتى يستعير من المصادر احنا احنا يعني لازم يجي يكون معاها او هوية او هوية احوال مدني او هوية مال الجامعة او هوية اليوم اكو تفاعل جدا الكرد حول الدراسات حول الأبحاث قليل أكو قليل أكو قليل أكو قليل لما يطلبون منهم من الجامعة فقط على الجامعة دور المرأة الكردية من ناحية القراءة أحسن من الرجال يعني يجون نساء أكثر من الرجال شكرا جزيلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا المكتبة المركزية في السليمانية شفنا القسم الكردي وراح ننتقل للقسم العربي تعالوا يانا موسيقى 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 السلام عليكم ثالث موسيقى أنا اسمي أحمد محمد نوري موظف بالصحة أستاذ أحمد موظف بالصحة وأنت تأتي للمكتبة ماذا العلاقة بهذا الموضوع؟ العلاقة إنه شوية هاوي لتاريخ ويعني الكتب الوثائقية والتاريخية التي تتحدث عن العراق مثلا خصوصا فأشوف إنه يعني بزمنة هذا صار كل شيء أكوه يعني صارت ماديات فأني أشوف إنه الواحد لازم يقرأ شوية حتى يوسع تفكيره يوسع ثقافته يعني مو كل شيء مادة ومو كل شيء يعني حتى العمر من ينقضي لازم الواحد يعني عنده شوية ثقافة عنده يعني عقل كبير لما تشوفها بمراحل عمر المتقدمة لكن للأسف نشوف القراءة بتدهور قلت قلت أريد أسألك أنه في بغداد القراءة يعني شبه جيدة مو جيدة شبه جيدة يعني ما شحالها ما فيه سليمانية في قلين كردستان شون نشوف القراءة الهوات للقراءة الإقبال على الكتاب والله حسب يعني ما أشوف وأطلع وأني متابع جيد لهالشي أشوف إنه يعني بالعكس ببغداد القراءة أحسن يعني من أدخل على موقع مع البيع وشراء الكتب أشوف الكتب تبقى تنبعها بسرعة بس بالسليمانية يعني ما أشوف هواية حتى يعني ما يحاولون يعني يقرون بغير لغة دايما يباوعون على الكتب الجديدة اللي أشوفها تجارية مثلا كتاب مثل مو بي ديك هذا ألف صفحة النسخة الأصلية أشوفها موجودة بالسوق الواحد أشوفه بس ينبهر بالغلاف أباوع على الكتاب أشوفها ثلاثين صفحة خمسة وعشرين صفحة هذا الإبداع هذا الشيء العظيم مثلا مو بي ديك فأشوف الناس اللي دا تشتري ما تهتم إنه هذا المصدر الأصلي ألف صفحة بس يشترونه الكتاب وأعتقد إنه هذا يدل على إنه هو ما مطلع بس يعجب الغلاف فقط يعني القراءة بسليمانية معدومة يعني أنا ككردي واحد من السليمانية أنا مثلا موظف بالدوام مالي يعني أكو ميتين واحد فاليوم ما لقد واحد أحكي ويا عن كتاب أو هو يقول أنا اطلاعاتي وثقافتي الكتب اللي أنت تقتنيها أو تريد تشتريها شنو هالكتب؟ يعني إحنا عامة بالعراق وبكردستان يعني نهتم بالكتب القديمة اللي الطبعات القديمة لأن يعني صار أكو تصور وتصور يعني حقيقي أنه الكتب اللي بعد مثلا بعد التسعينات يعني كلها كتب تجارية يعني ما يدل على شي بس بالثمانينات السبعينات والستينات وحتى الخمسينات يعني كل ما قدم الكتاب كل ما قيمة المكتوب اللي جواه أكثر يعني هو القارئ يثق باللي مكتوب جواه مكتب المركزية في السليمانية أضافت شيء للثقافة في السليمانية؟ طبعا طبعا للي مهتم للي مهتم يعني إذا الواحد مثلا الواحد إمكانية المادية مو كل وقت يقدر يشتري كتاب عن طريق الانترنت أو يوصلها من مكان بعيد لأنها تكلفة غالية فلما تجي للمكتب العامل السليمانية ما شاء الله يعني تلاقي كتب حتى ببغداد ما تلاقيها يعني أنا لأن من طفولتي واللغة العربية مالتي زينة فأعني متعود أخرى الكتب العربية فمن أجي المكتب العامل المال السليمانية أشوف الكتاب اللي ينباع ببغداد مئة دولار مئتين دولار متوفر هنا هنا تقدر تستعيرها وتقرأ أو تقرأ هنا وتراجعها يعني كتب العربية والكردية كلها متوفرة في هذه المكتبة زينة هذه المكتبة محتوياتها روايات تأريخ ثقافة أم بالعموم ويعني ولماذا لا يوجد إقبال عليها من الشارع الكردستاني هو كالمكتب العامل السليماني يعني كل شي موجود كل التخصصات موجود علمية نفسية طبية تاريخية قصصية شخصية مذكرات بس المشكلة هنا بكردستان يعني أنه الواحد من يصعى من النهم هذا انطباع الشخصي مثلا كواحد مواطن قاعد بهالبلد يعني الواحد من الصبح يعني باز يدور شلون يعني يدبر أحواله المالية بسبب الظروف المعيشة وحتى اللي إمكانياتها زينة هم يباوع على أكثر على يعني يتحصل على أغيط فبهالطريقة الإنسان يعني كل ارتباطه بالمسائل الثقافية والقراءة يعني يصير صفر مع العلم أنه العمر أقصر يعني أنه لو تريد تقرأ كتاب أبو 500 صفحة العمر أقصر من أنه تلحك تقرأ هذا الكتاب لكن في نفس الوقت هو دائما مستعجل شلون يحصل الفلوس مع العلم أنه هذا يأخذ من عمره ويأخذ من طبيعته وشخصيته يوميا يعني تلاقي بس كل شي يحتي عن الفلوس يحتي عن الماديات قلق دائما قلق إنه باتشر شلون همه ليس بعقله همه بحياته اليومية وبجيابه خلي نقول شكرا جزيلا أستاذ إن شاء الله نقدم ولو ردد أنطيك مثال صغير وأنا أسف طولت عليكم يعني فد مرة روحت على الدكانة مع الكتب هنا بسليمانية فظاهر أبو الدكانة هو ما إلا علاقة بالكتب يعني بس قاعد يبيع فأبو الدكانة قال أنت صار لك نص ساعة تباوع الكتب أنا لما كانت تشتريت قاعين بهالنص الساعة يعني هذا على مود كمثال هذه الظروف المعيشية شوية متأذي بالتالي يفكر بحياته وقوت يومه أنا أشكرك شكرا جزيلا على كل هذا الحديث الممتع شكرا جزيلا إن شاء الله أكون يعني كنت الضيف خفيف عليكم حبيبيت السلام هذا مشاهدين الكرام بسمرين إياكم في حلقتنا لهذا اليوم تعالوا يانا أرحب بكم مشاهدين الكرام أرحب بالأستاذ حسن فرهان أحد الموظفين المتواجدين في هذه المكتبة أرحب بكم أستاذ حسن في برنامجنا لهذا اليوم أهلا بكم تشرفت بداية نحن نتحدث عن المكتبة المركزية هاي المكتبة العريقة في إقليم كردستان المكتبة تأسست سنة 1944 على يد الأستاذ بيراميرت وجددوها في 2003 ولحد الآن على هذه الوضعية ما تحتوي هذه المكتبة من أقسام من كتب كم كتاب بها؟ العدد الإجمالي ما أعرف بس تقريبا قبل كم سنة كان يمكن فوق الستين ألف أكثر من مئة ألف هاي هسه يمكن ايه هاي الاحصائية قبل فدع خمس سنين ست سنين ايه والكتب متن نوعة بها تاريخ وبها فلسفة وبها ألوم وكل الأنواع هنا انت قسم الـ IT وقسم الـ IT شنو يسوي شنو مهمته؟ قسم الـ IT شنو قبل عدنا سايت مال المكتب هسه تبدل لأن ما عدنا فلوس على مدى الشسمة الشهرية فعدنا بيج مال فيسبوك ننزل سمينارات و الأشياء اللي تصير بالمكتب يعني يعني انتو تستفادوا من موقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لكتب المكتبة أو من أجل إرفاد الثقافة في قريم كردستان بهذه الكتب طبعا احنا كان عدنا قبل نزل كتب لحد الآن نزل يومية كتب فد ثلاث أربع كتب عربية وإنجليزية وكردية بس هسه يعني شوية الأشياء صارت محدودة أكثر بسبب الأزمة الاقتصاد طبعا أكيد شون رأيك بالقراءة في قريم كردستان؟ أكو قبال على القراءة أم لا؟ والله طبعا علموا تأثير الفيسبوك والإنترنت قل عام يعني مو بس كردستان عام بالعالم كله قبل الشعبي العراقي هو شعب يحب القراءة شعب دائما يتجه نحو القراءة صحيح الآن أنت برأيك تراجع؟ طبعا القراءة شنون صارها هسه يعني الناس ما عندهم مجال يعني يقرون فتسطر سطرين ما يقدر أكثر التركيز ما باقي والإنترنت محتل كل المجالات هاي المشكلة شكرا جزيلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا للمشاهدية الكرام الهموم العراقية خصوصا في قريم كردستان احنا عشناها وشفناها على مدار سلسلة حلقات متواصلة شفنا الهم هو هم اقتصالي دائما شعب كردستاني شعب مظلوم شعب فقير شعب يحب يعيش يحب يكون مثقف وطابق عراقية لكن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بهذا الشعب الذت حيل فالتمنى من الجهات المسؤولة أن ينتبهون إلى شعب الكردستاني وانتبهون إلى ثقافة شعب الكردستاني لأن شعب عريق وشعب مميز موسيقى 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 المكتب المركزية واحدة من أهم المشاريع الثقافية في يقليم كردستان بالتحديد في محافظة السليمانية ترفض محافظة السليمانية والشعب الكردي بالكتب بالثقافة بجميع الكتب الذي يحتاجونها من تاريخ وثقافة وكتب الإنجليزي وما إلى ذلك حسب حديث الجميع اللي تواجدوا إيانا في حلقتنا لهذا اليوم نهاية حلقتنا لهذا اليوم أتمنى أن توصل رسالة جميع المتحدثين بأن الاقتصاد حتى قام يأثر على الثقافة أتمنى أن نكون حكومة إقليم كردستان عينها على شعب إقليم كردستان من أجل أن تكون حكومة منصفة لهذا الشعب الأبي التاريخي التراثي الثقافي شكرا لكل من تابعنا من خلال حلقة بين دجرة والفرات نلتقيكم بحلقات أخرى حتى ذلك الحين إلى اللقاء موسيقى موسيقى